نحو سنة مرت منذ أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب استقالته من منصبه إثر انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أكبر انفجار معروف غير نووي في العالم والذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب الآلاف وخلف دماراً واسعاً في العاصمة اللبنانية نحو سنة مرت ولم تشكل حتى اليوم حكومة لبنانية جديدة إذ واصل السياسيون اللبنانيون صراعاتهم السياسية التي لم تفشي المحاولات تشكيل الحكومة في حسب وإنما أفشلت لبنان كدولة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعصف بالمواطنين وتدفعهم بقوة إلى ما دون خط الفقر واستغضب شعبي متصاعد ضد النخبة السياسية التي يتهمها كثير من اللبنانيين بالفساد والمقامرة بمستقبل البلاد لتحقيق مصالح سياسية لجهات دولية وإقليمية نافذة في البلد العربي وبعيداً عن دور عربي غائب وغير مأمول الحضور لحل الأزمة اللبنانية أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار إطار قانوني لنظام عقوبات قد يستهدف أفراداً وكيانات اللبنانية يتهمها الاتحاد بإعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات ناهيك عن الفساد والمخالفات المالية وانتهاق حقوق الإنسان فرنسا التي تقود الحراكة الأوروبية بشأن لبنان أعربت من جهتها عن الاستعداد للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة في خضم من قسام سياسي وانهيار اقتصادي متسارع في البلاد غير أن مراقبين يؤكدون أن النخبة السياسية في لبنان باتت لا تمثل إلا نفسها وبعض المنتفعين منها داخلياً وخارجياً بعدما خسرت ثقة الشعب الذي لا يرى فيها سوى سبباً في كل ما يلاقيه من كوارث سياسية واقتصادية